الاهلي بيكسب المصري 2-0 وعشان الصيوح الكتير اللي في كل حتة ايوه ضربة الجزاء ضربة جزاء صحيحة والوفصيت الجون الملغي على المصري ايوه اوفصيت وجون ملغي صحيح 100% لازم يتلغي جورة وتسلل 100% عشان ما تصحش كتير عايز تفهم شرحوهم ايبا اروح يتفرج عليهم وهم ما يشرحوهم لك اما بالنسبة للجمهور اللي كان بيتكلم ان سوء الاداء يبرر للحكم انه ما يدينيش حقي احب اقولك هي دي نتيجة لما انا ممكن اكون فنيا مش احسن حاجة ولكن الحكم يديني حق في الملعب اخر الكسباني 2-0 ومعايا التلاتة بنت وده اللي احنا كنا بنقوله سوء ادائي لا يمنعني من ان انا اكون حقي التحكيمي وده اللي حصل النهاردة لانه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين التعليمات بقت ادهم حقهم لانها بقت تحصيل حاصر حلقة جديدة من المشجع نتكلم فيها عن مطش الاهلي والمصري اللي الاهلي قدر يكسبها 2-0 وزي ما بقول ناس كتير كانت قاعدة متضايقة شوية او متحفزة لسوارش او شايفة ان هو ليه ما بدأش بتشكيل المرة اللي فاتت ليه ما بدأش بنفس الناس اللي احنا شايفين ان هي اجادت ليه بيغير بالذات بعد سوق اداء صلاح محسن وسوق اداء ميكي سوني واللي طبعا الناس كتير كانت متضايقة جدا من اداءهم وسوق اداءهم ولكن انا بصراحة شايف الموضوع من نظرة تانية او من بعد تاني كوجهة نظر يعني ان الراجل دي فترة خلاص هو اتشال من عليه الضغوط جرب شوف انا شايف ان هي فترة هتحدد مين اللي هو محتاجهم مين اللي هما محتاجين هيبقوا دكة مين اللي محتاجين يمشوا مين اللي ممكن يمشي بس يطلع في شكل اعارة مين اللي محتاج يطلع لا بيع نهائي او بيع ايا كان خلاص قصته انتهب مع الاهلي فهو محتاج يشوف ده هيعرف ده مين هيعرف لما يبقى ده اللعيبة دي فرصة كاملة بالذات ان اللعيبة دي في منهم لعيبة كتير جدا مكادش بتشارك اصلا مع الاهلي يعني لعيب زي حسام حسن لعيب زي محمد متولي يعني محمد محمود خليني هرجع في نقطة من السلبيات اللي على سوارش لان انا عندي سلبيات عليه لكن مش فكرة بدايته للتشكيل هاجلها يعني فالراجل دي ناس هو لما يشوفها او طبعا مجموعة الشباب اللي هو بيشوفها اعتقد ان كل المجموعة دي هو لما يشوفها المجموعة دي هو محتاج يشوفها في اللاعب لي لان دي مجموعة ما كانتش بتشارك بشكل كبير في منها ما كانتش بيشارك اصلا فحتى ما فيش شرائط ان انا اتفرج على سيديهات او فيديوهات من متوشا أتفرج على الحمد فاتحية أتفرج على أبشة الناس دي أنا أعدل معلول الناس دي أنا أقدر أشوفها مع منتخباتها أقدر أشوفها مع الأهلي لأن هم شاركة تسعة وتسعين في المائة من متوشة فطبيعي إن أنا عارف أرجع وأقيم بناء على إن أنا أقدر أفرج على عدم متوشة جبلية لهم لكن فيه لعيبة أصلاً ما كاتش بتشارك وهو بناء على إيه هيقيمهم فهو طبيعي محتاجي يديهم الوقت محتاجي يديهم اللي هو يبقى شايفهم قدام عينه بناء عليهم يقيم أنا شايف إن ده شيء مهم جداً وبيح وطبيعي. اه انت متضايق من بعض اللعيبة. متضايق مش عارفين? ما تضايقش لاني صدقني. اللعيب اللي مش عاجبك ده هو بيضيع فرصته الاخيرة. وهتشوف اخر الموسم. اسام كتير قوي. اخر الموسم انا بقول لك ايه مش هتكون موجودة في الاهلي. دورها بيمتهي لو ما مسكوش في الفرصة. وزي ما بنقول الفرصة الاخيرة فعلا. هي الفرصة الاخيرة فعلا. في لعيبة خلاص هو الدور يعني واضح ليناء ولكن المدرب محتاج يشوف بنفسه. بيبقى احتاج يبقى ده قراره. ده غير ان هو في ناس قراره ان انا محتاجه على الاقل اللي واحتاج لك ادخلهم في الفورمة واشوف. فده نتيجة الشكل العام اللي انت شفته او ان هو ليه غير وليه مالعبش وليه بيدي المساحة دي. ده غير ان احنا اصلا في القرار ان انا هلعب بالناشئين وهلعب باللعبة اللي راجعة من الاصابة. فواحد زي محمد محمود متولي لازم اديله. محمد محمود لازم اديله. اقرم توفيق ان شاء الله باذن الله يبتدي يرجع وابطي اديله عشر دقيقة ربع ساعة والحقه. اتمنى انه يلحق يعمل ده. ويلعب بالناس اللي هي مابتلعبش وابتدي احدد او اقرر. فما ادي صلاح محسن لما ادي مكيسوني ابتدي اكو قرار مية في المية نهائي. ده شيء مهم جدا وانا عشان كده بقول لكم شايف الموضوع من النظرة دي. هل ده معناه ان مفيش سلبيات عند دسورش لا في سلبيات وهي سلبيات فنية غريبة جدا. في حاجات عملها غريبة جدا. اه انا انت معلكش ضغوط اه فكرة ان انت مش مستني من المطش التلاتة بنت بقى ولا البنتين ولا القصارى. ولكن انت مستني ان انت زي ما بنقول بتعمل اعداد او بتقيم اللعيبة. ده شيء جميل جدا ومهم جدا. لكن ده مش معناه ان يبتدي يحصل حاجات ملهاش علاقة بالمنطق. ملهاش علاقة بان انا عمل حاجة تخليني مش بقى انا معتمد على سوق اداء اللعيف فهو اللي ما خدمنيش فده اللي قصرني او ده. لا 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 خالص ان انا قدتل يعمل تغييره ملهاش معنى غير ان انا مش شايف في الملع. انا كده مش شايف انت يعني انا مش قادر افهم ان انا لما اغير وطلع محمد اشرف وهنزل كريم فقاد فطبيعي ان كريم فقاد هيلعب مكان محمد اشرف لان كريم فقاد بيلعب بيمين وزي شماله. بيلعب بليمين وبيلعب بالشمال. فنتفاجئ كلنا ان كريم فقاد بيروح يلعب ناحية اليمين وبجيب محمد هاني. اللي عنده مشكلة اصلا في ناحية اليمين اللي هي عدلته وحطه ناحية الشمال. فطبيعي محمد هاني اللي بقى عارف يطلع ولا بقى عارف يغطي وبقى تايه. لان القرى مش على عدلته. القرى بقى على شماله. طب انا اصلا عندي مشكلة في يميني. فهلعب على شمالي. دي عليها مية علامة استفهام. على سوارش. ومية علامة استفهام على كابتن ساميء صان. هل هو ما بلغوش ان كريم فقاد بيلعب رجله الاتنين كويس وان هو بقدر يلعب يمين وشمال? مش عارف. هل ما قالوش ان هاني يعني احمد ربنا ان هو يعني بيفضل معاك طول المطشة لليمين? اساسا ده احمد ربنا ده هو اصلا يعني دمر نص اه اعصاب المصريين او الاهلوية يعني. فانت ازاي تعمل كده دي نقطة بالنسبة لي غريبة جدا. النقطة الاغرب ان محمد محمود قعده طويل بقى بنزيله في ديارة 85. يعني محمد فخري ما اقدرش اقيم اقول ان هو وحش او اقول ان هو حلو اقول ان هو زي ما قلنا شباب كلهم بزرة كويسة في حد اه لدرجة ده انا بقولك في منهم حتى لو كويس محتاج لسه يطلع عارة لانه ما يقدرش يشيل مطشة افريقية كبيرة لسه ما يقدرش فممكن يا روح ياخدها مع فريق تاني ويجيلك. في منهم لأ ممكن اعادوا دكة. ما عنديش مشكلة في ده. ولكن محمد محمود من اللعيب اللي انا محتاج اخد فيها القرار لانه محمد محمود ده جماعة محمد محمود ده انت اللي مشتريته من ودي دجلة كان افضل ناشئ في مصر. محمد محمود ده من افضل اللعيب اللي انت ممكن تتخيلها. صدقني ان محمد محمود لو وصل للتوب فورم بتاعه انا بقول لك اهو انت هتشوف لعيب هيغنيك عن اللعيبة كتير قوي بتدلع. هتشوف مستوى كرة مختلف. محمد محمود لعيب قوي جدا يعني محتاج بس انا شايف ان هو حاليا محتاج وزنه يقل شوية محتاج انه فورموته تعلى اكتر من كده وتفرج عن محمد محمود. لعيب يعرف امتى يحرك الملعب امتى ينقله امتى لعيب حريف. لعيب فيه كل المواصفات اللي تناسب النادي الاهلي. لو وصل للتوب فورم. فلو انا ما اديت لهش دلوقتي هتدي له امتى? فليه ادي له بس خمس دقايق او سبع دقايق. فعز من انا محمد فخري لسه من الشباب اه ده يا زي ما عملت مع زياد طاري خلاص زي ما عملت مع محمد اشرف. فليه ادي محمد فخي كل الوقت ده? في وجود كمان ان محمد فخي واخد انذار. وكان بيعمل احتكاكات نتيجة اللغة الخبرة. كنت ممكن تخليه ياخد كارت احمر. نفس الكلام اه ميكي سوني اتأخرت كتير بنامه ان هو واخد انذار وعملت حمات كتير كنت ممكن تعمل كارت احمر. دي من علامات الاستفهام على بشكل اه عام يعني. لكن زي ما قلنا المجمل الراجل بيجرب وانا انا ده رائي انا مع ان هما يجرب ويلعب بالتشكيلة واندنيا تختلف وجرب تلاتة اربعة تلاتة اجرب خم تلاتة اتنين. ابدأ اشوف الناس دي ممكن بتخدمني في ايه ومتخدمينش ايه حتى لو الناس دي هتكون دكة او في منهم حد يقدر يكون مع الفريق الاساسي. النقطة الاخيرة اللي انا بس حابة بتكلم فيها وده اللي انا قلتها زي ما وضحت في اول الفيديو اللي ضربة الجزاء صحيحة مية في المية. التسلل صحيح مية في المية وتقدروا تشوفوا ده وتحكموا. اه انا ام وانا بسجل كنت لسه ما شبتش الحكام قالوا ايه او كل ولكن هي بينالي جدا ان كان في الاعادة اللي انا شفتها للكورة بتاعة اه المصري او في الكورة بتاعة اه ضربة الجزاء. وده اللي احنا بس كنا بنحاول نوضحه لانا. انا زي بقول للناس اللي هي بتصيح صيحوا الكورتين صحيح مية في المية. الحكم حسب دي صح وحسب دي صح. ولكن احنا خلينا بقصة تانية. وانتوا كده كاخدتوا الدور. يعني قبعين انت بتصيح ليه? انت بتصيح ليه? وانت باخد الدوري بدون التحكيم. يعني انت اصلا بتصيح. يعني دلوانة. دلوانة. اه واخدهم ظلم. انت يعني زعلان ليه? ده انت باخد دوري ظلم. ده انت باخد دوري بالتحكيم. فانت ما يعني خلاص بقى اسكت. دلوف طردنا ده. ولكن انا بس آآ النقطة اللي انا بتكلم فيها للجماهير بقى الاهلي الكابل ابتكلم مش على التحكيم ما تقولوش التحكيم آآ ده يا فانتم اللي احنا بقولو حرك عليه. انا ممكن زي ما بقولك في مطش البنك الاهلي. انا كان ممكن ابقى وحش بقى انا مكونش وحش ويجي ليجوني يتلغي عشان اروح البرتوكول. بون صحيح. يجي ضرب الجزاء ما تحسبش. ادي تلاتة بونت. اتنين بونت. اه تخيل ان انا في مطش المقاولين ضرب الجزاء ما تدعادش قرطة حمر ما يتنفس ضرب الجزاء ما تحسبش. ادي اتنين بونت. ادي ستة بونت. مطش. اه ده مطش سراميكا. وده مطش المقاولين. قبليهم كان في اه مطش فاركو. بيجون بيتلغي. جون صحيح ما في المية. بدايع التسلل. ادي اتنين بونت. ادي ستة بونت حضرتك. يعني ادي ستة بونت. انا الفرق ما بيني زمالك سبعة. ادي دول ستة في ثلاث مطش. انا مش بقى مش هكلمك على مطش المصش الدوري الاول اللي كان ليا فيها نقطتين. مش هكلمك على مطش المقاولين اللي مش هكلمك. انا مش هكلمك. ده انا بذكر لك بس ادي ستة بونت حضرتك. كان الفرق نقطة. يعني انا همشي معك الفرق نقطة وانا عندي مطش مؤجل. اكسبه انا بقيت اول الدول. انا بقى مش هكلمك على المجاملات اللي قدها زمالك. كان نقطة. ده انا بس بكلمك في مثال بسيط مثال في ثلاثة اربعة مطور شهر. ادي التحقيق. انا بقى ادائي وحش. انا ادائي خلو. ده يا فندم لا يغني. انت انت النهاردة ما قمتش احسن ادائي الشوط الاول. ولا الشوط تاني وكان عندك تغيرات ومش عجبك اللي بيعملو. والرجل بيجرب لعيبة فمش فارق ما عن نتيجة قوي. تمام. تمام. طب الحكم لما اداني الحقيق ايه? انا طلعت اكسبان. بمنتهى السهولة. بمنتهى السهولة. ده بس اه توضيحي للناس ان ان الحكم يبيني حقيق مالوش علاقة باداء الفني او باخطاء موديل الفني او بسوق اداء لعبتي. دي نقرة ودي نقرة. اتمنى ان الفكرة تكون وصلت وتكون وضحت للناس بتفرق ازاي? وان في دوريات بتروح لفرق? بالشكل ده. بالنقط اللي بتضيع اللي مالهاش علاقة بسوق الاداء الفني او التكتيكي داخل الملعب. عموما يعني انا شايف ان احنا فيه مكاسب كتير بتحصل من الطريقة او القرار اللي احنا خدنا ده. ان شاء الله ربنا يكرمنا. ان شاء الله قم فترة اعداد كويسة لموسم جيد مع وجود اللعبة الاساسية مع وجود الصفقات الجديدة. ان شاء الله بازن الله اه الاهلي اه يرجع للوضع الطبيعي بتاع النادي الاهلي لانه ده الطبيعي ان شاء الله اللي جاي جاي. كده كده. ان شاء الله بازن الله يعني بضم قطعة. وبشكركم على مطابعيكو. وان شاء الله بازن الله اشوفكم في حلقة جديدة من الموسيقى. سلام.